كل شي عم يغلى مع أنه الدولار ثابت مقولة تتردد على ألسنة اللبنانيين فرغم استقرار سعر صرف الدولار على حافة 90 ألف ليرة في الربع الأخير من العام 2023 ارتفعت سعر الاستهلاك نحو 20% على حوالي تقريباً الفصل الأخير من العام 2023 إذا منرجع للأرقام منلاحظ بأنه نسبة التضخم في لبنان ارتفعت ما بين شهر كانون الأول 2023 وشهر أيلول 23 يعني هم نقول آخر فصل من السنة ارتفعت بحدود العشرين بالمئة إذا منفوت بتفاصيلها منلاحظ أنه شهر تشرين الأول هو كان له الحص الأسد إذا بديك له الارتفاع ارتفع شهر تشرين لحاله بحدود السبعة عشر بالمئة في نسبة التضخم وهون إذا منرجع منذكر نحن بشهر تشرين اندلعت الحرب بغزة وبطبيعة الحال هون عم بيخذنا على العاملة الثانية بذكرناه هي الحروب والنزاعات من الطبيعي لأنه بخلال فترة شهر تشرين إذا منذكر كلنا صار في حالة خوف عند اللبنانيين أنه تتسع الحرب وتمتد إلى لبنان فصار في تهيفط على السلع والبضائع الحكمة الأغذية بشكل أو بآخر على الإجارات لما صار في حركة نزوح من منطق الجنوب إلى مناطق بيروت والجبل كل هذه قدت إلى ارتفاع بنسبة التضخم لغلاء الأسعار أو جهة أخرى فرفع تسعير فواتير الخدمات الرسمية كالاتصالات والكهرباء من الـ 1500 ليرة إلى سعر صارفة وأكثر كبدى المواطنين أعباء كبيرة يضاف إلى ذلك عامل خاص بلبنان فصل الصيف إشارة إلى أنه حتى خلال إذا بدك من بعد شهر نيسان بعد مستقر سعر الصرف طلينا عم نشهد ارتفاعات بنسبة التضخم هونو بيقول لك منا علاقة ممكن لا بالحروب ولا علاقة بتدهور سعر الصرف ولكن في عامل هو جشع التجار طبيعة الحال خلال موسم الصيف لأنه صار في تهافت من قبل لبنانيين المقتربين وكلهم بيعرفوا أنه هؤلاء اللبنانيين جايين معهم عملات صعبة بدون يصرفوها بالبلد وبالتالي التجار أصحاب المطاعم أصحاب الفنادق بالنهاية هيدا بتقدروه أنه فرصة بنسبة لهم لحتى يحصلوا قد ما بيقدروا من العملات الصعبة أما في العام 2024 فالتحديات كثيرة عام 2024 هو عام توحيد أسعار سعر الصرف رايحين على سعر واحد ارتفاع مزيد بالأسعار طبعا طبعا ولكن اقتصاديا هذا شيء صحي صحي وسليم ولازم يصير لأنه تعددية أسعار سعر الصرف تخلق فوضى بالسوق وبتخلي المضاربة إذا بدك تزيد على العمل الوطنية وفيما تدرس موازنة العام 2024 بكوارثها تحضروا أيها اللبنانيون لمزيد من الضرائب وارتفاع عشوائي في الأسعار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر